بسم الله الرحمن الرحيم نحب نتمنى عيد سعيد للتوانسة الكل عيد سعيد بالرغم من الظروف الصعيبة اللي قاعدين مروا بها تو قاعدين مروا بظرف صحي صعي بيسر صعب العيشة على التوانسة صعب العيشة لأنه زاد كذلك اضطررنا الاتخاذ مجموعة من القرارات مجموعة من القرارات اللي الأصل فيها هي حماية صحة التوانسة والعمل على الحد من انتشار الفيروس هذا الفيروس اللي تسبب في وفاة ألاف التوانسة اللي أنا بالمناسبة نجد الترحم عليهم ونجد التعازية إلى كل عائلاتهم الفيروس هذا كذلك زادة تسبب في إصابة المئات من التوانسة واللي العديد منهم ما زالوا موجودين طوى في المستشفيات وموجودين منهم في أقسام الإنعاش وإن شاء الله ربي يشفيهم الوضع هذي خلانا ناخذوا مجموعة من الإجراءات اللي ما كانتش ساهلة ما كانتش ساهلة علينا أحنا كي ناخذوهم الإجراءات هذية وبطبيعة الحال ما هيش ساهلة على الناس المعنية بالإجراءات هذية احنا اضطررنا إلى الحد من النشاطات الاقتصادية والنشاطات التجارية وصل الهذية إلى أنه وقت اللي أقررنا الحاجر الصحي الشامل جاء في فترة صعيبة على مجموعة من التجار ومجموعة من الحرفيين اللي مستنسين الميصر متاحهم في العيد وأحنا كي ناخذونا الإجراءات هذية ما كناش فرحانين بل بالعكس لأننا نعرفوا التابعات متاعوا لكن الأولوية المطلقة والأولوية القصوى هي ديمة حماية صحة التوانسة لأن هي رأس المال وهذه هي تبقى الأولوية المطلقة أحنا كي ناخذونا الإجراءات هذية معنا حتى غاية باش أننا نحدوا في حرية التجارة وحرية العمل وخاصة أننا باش نمنعوا الرزق على الناس هذوما والرزق على الفئات هذية بل بالعكس أحنا ماذا بينا أننا رأنا مكنناهم باش كونوا يشتغلوا في ظروف عادية لكن الظرف الصحي والمسئولية خاصة تفرض علينا نتخذوا مثل هذه الإجراءات المسئولية كذلك زادة أيضا تحتم علينا باش كونوا ناخذوا إجراءات لمرافقة هذه الفئات هذية هذك عليش أحنا بعد تقديرنا للضرر اللي أصاب العديد من الحرفيين أثناء فترة الحجر الصحي الشام الهذية قررنا باش ناخذوا مجموعة من الإجراءات أول حاجة قررنا باش نخصوا خمس آلاف قرض بقيمة خمس آلاف دينار بدون فايدة وبشروط ميسرة جدا مع فترة إمهال بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغرى اللي تضروا من الإجراء هذية وانا يدهول لي هذية باش يمكنهم من كونوا تكون عندهم معناها نوع من المساعدة لتجاوز الفترة الصعيبة هذية قررنا كذلك زادة أيضا بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرر باش أننا نمكنوها من مساعدات مالية مباشرة عن طريق منصة هيلب انتروبرايز هذاك عليش احنا قررنا باش نكلفه سيد وزير الشؤون الاجتماعية والسيد وزير المالية باش يحين قاعدة المعطيات انتع الفئات التي تضررت من الإجراءات اللي تم اتخاذها في علاقة بكورونا كما قررنا كذلك تأجيل خلاص المساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان الثلاثية الثانية وإعادة جدولتها على الثلاثية الثالثة والثلاثية الرابعة كما قررنا كذلك تمكين صغار التجار والحرفيين المنظوين في إطار النظام التقديري من تأجيل دفع الضريبة إلى موفى 2021 بدون خطايا أنا نعرف اللي الإجراءات هذه قد تكون ما هيش كافية لكن نعرف كذلك أيضا واقع المالية العمومية وواقع الوضع الاقتصادي اللي تعيش فيه بلادنا هذا كعليش احنا بالرغم من الضغوطات الكبيرة على المالية العمومية بالرغم من الضغوطات الكبيرة على ميزانية الدولة إلا أنه قررنا ناخده مثل هذه الإجراءات اللي قد لا تكون كافية لكن نجم تكون التعاون باش نمروا مع بعضنا من هالفترة الصعيبة هذية الفترة الصعيبة هذية ليه ما النجم نقوله اللي احنا تجاوزناها إلا من خلال الترفيع في نسط التلقيح واحنا هذية هي التمشي اللي قاعدين نمشيوا فيه احنا قاعدين نعملوا على الترفيع أقصى ما يمكن من استجلاب التلقيح لأنه هذية هو اللي بشي مكننا من استعادة نسق طبيعي لحياتنا إن شاء الله هذية بشي مكننا من أنه العيد بالنسبة للعام الجاي إن شاء الله يكون في ظروف طيبة وفي ظروف خير من الظروف اللي مرينا بها السنة مجددا إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وتونس حيا بألف خير إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر